أعزائي من واصل دراستنا من رسالة بولوس إلى أهل أفسوس وفي هذا الجزء أريد أن أتحدث عن وصف لطبيعة الإنسان يبتدئ الرسول بولوس بهذه الكلمات أنتم طبعاً بيتكلم بصيغة الماضي ووصف لحالة الناس للماضي أنتم بيتكلم عن الأمم كنتم أمواتاً بالذنوب والخطايا أنتم طبعاً لما بيتكلم عن أنتم الأمم نحن الأمم واليهود يعني بيدمج نفسه وبيصل بالنتيجة لاستنتاج عمل المسيح المتكامل لأجل اليهود ولأجل الأمم لكن بالنسبة لليهود الأمم طبعاً كان يعتبر نجس ويعتبر غير مختون شخص ليس تحت العهد وليس من شعب الله كان ينظر إليه نظرة احتقار واستهزاء أيضاً فبولوس الرسول بيتكلم إلى هذه الكنيسة اللي اختبرت نعمة المسيح لكن بيوصف الحالة القديمة أنتم يعني الأمم كنتم أمواتاً بالذنوب والخطايا خليني أقول أحبائي في الكتاب المقدس الله لا يتساهل مع الخطيئة فالخطيئة هي إهانة مباشرة ضد الله الخطيئة هي ضد طبيعة الله هي ضد كمالات الله والخطيئة هي ضد مجد الله يقول الكتاب إذ الجميع أخطأوا وعوزهم مجد الله ليس من يعمل صلاحاً ليس ولا واحد فالكتاب المقدس مش بيحاول يسهل أو يلطف الجو يمكن كنتوا شوية يعني مش كويسين لا بيحطه من الأساس بتعبير واضح وصريح كنتم الحالة اللي كنا فيها أنتم أمواتاً بالذنوب فيصف حالة غير المؤمد أنه ميت وأنه في القبر متفون وأنه يعني رائحته قد أنتنت فهذه حالة الميت لا حس لا حراك لا قوة لا حركة إنسان ميت طبعاً هون الوصف وصف الأموات روحياً والوصف بيستمر يقول بالذنوب والخطايا الذنوب الذنب هو كسر أو عصيان ضد الله أو كسر لشريعة الله لكن كلمة الخطايا من كلمة هامارتيا في اللغة اليونانية تعني اخطاء الهدف يعني الإنسان بحاول يصوب السهم إلى هدف فيخطئ هذا الهدف ويقول الجميع أخطأوا لأنه ما في أي إنسان استطاع أن يصيب هذا الهدف فإذن نحن يصفنا الكتاب أموات بالذنوب والخطايا أموات روحياً والخطايا إلى درجة أخطأنا الهدف كلياً في نظر الله محكوم علينا في نظر الله نحن هالكون في نظر الله نحن في ضياع ويستمر بهذا الوصف يقول سلكتم فيها قبلاً حسب دهر هذا العالم بيتكلم عن الشر بيتكلم عن الفساد بيتكلم عن الدمار بيتكلم عن شهوات عاملين شهوات أو مشيئات الجسد شهوات عاملين